بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نكمل ما كنا قد بدأناه من حديثنا عن علامات الترقيم وكنا قد بدأنا الدروس السابقة ونبدأ هذا الدرس أيضا بالتعرف على علامات الترقيم حيث ذكرنا أننا سنكتفي في هذا المنهج إن شاء الله تعالى بالحديث عن أشهر علامات الترقيم وهي عشر علامات الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة والنقطتان والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر وعلامة التنصيص وعلامة الحذف والقوسان وكنا قد تحدثنا عن عدد من هذه العلامات فيما مضى وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نكمل ما كنا قد بدأناه النقطة أو العلامة الخامسة من علامات الترقيم هي علامة الحذف والمراد بعلامة الحذف لاحظوا أن شرحنا النقطة الواحدة التي هي الوقفة ثم النقطتين الرأسيتين شرحنا النقطتين الرأسيتين والآن نتحدث عن علامة الحذف لأنها عبارة عن ثلاث نقاط متجاورة على السطر فنقول إنها توضع عندما ينقل الكاتب جملة أو فقرة أو أكثر من كلام غيره إذن هو يقول قال فلان للاستشهاد بها في تقرير حكم مثلا أو في مناقشة فكرة ثم يرى أن كلام الكاتب الآخر الذي سنستشهد بكلامه كثير وأنا أريد أن أستشهد ببعضي وأن أحذف بعض هذا الكلام لأنه لا يخدم مرادي من هذا النقل فأقوم بوضع النقاط الثلاث للتدليل على أني نقلت النص وحذفت بعضه كأن تقول في هذا المثال طبعا هي ترسم بهذا الشكل كأن تقول في هذا المثال قال فلان فكرة الإحسان في الإسلام فكرة واسعة الأفق تشمل كل خير يقدم للناس كإعانتهم في أمورهم أو نهيهم عن ارتكاب المعاصي أو هدايتهم للطريق الصحيح ثم عندي هنا مجموعة من الجمل لأنه استطرد في الحديث عن فوائد الإحسان بالنسبة إلى الناس وأنا أريد أن أكتفي بهذه الفوائد الثلاث فأضع هذه النقاط الثلاث ثم قال الكاتب كل هذا إحسان بل إن معاملة الحيوان برفق إحسان وصدقة كذلك انتهى النص لاحظوا أني نقلت النص من هنا إلى هنا ولكن حين وجدت هذه العلامة فقد عرفت أن هذا الكاتب الذي نقل قد نقل هذا النص وحدف هذا الجزء منه وهذا يدل على أنه أمين في النقل ويريد أن يشعر القارئ بأن كلام فلان هذا هو أطول من هذا إلا أنه قد اكتفى منه بهذا الجزء الذي نقله أحيانا طبعا في الفقرة الأولى هو مستغن عن هذا الجزء الذي حدفه ولكن أحيانا يكون الكاتب يرى في بعض الكلام قبح ويترفع عن ذكره فيضع النقاط الثلاث للتدليل عن أنه تركه عامدا نظرا لما فيه من قبح أو فحش أو لأنه تلبس ببعض الأمور التي يرى أنه يجب أن يتنزه مقاله أو كتابته عنها كأن تقول مثلا تملكني الحزن والأسى حين سمعت هذين الرجلين يتشاتمان ويتبادلان أنواع السباب فيقول أحدهما ثم تضع علامة إضمار ويقول الآخر ثم تضع علامة إضمار والثلاث النقاط كافية وإن زادت فلا بأس والهدف من حذف هذا الكلام هو أن الناقل يترفع عن ذكر هذه الشتائم كانت هذه العلامة الخامسة من علامات الترقيم العلامة السادسة كما ترون هي الشرطة وسنتحدث عنها ونتحدث عن مواضعها الآن إن شاء الله تعالى الشرطة هي عبارة عن خط صغير يرسم على السطر بهذا الشكل وتسمى أيضا الوصلة والوصلة وأكثر ما تستعمل في موضعين توضع بين العدد رقما أو لفظا وبين المعدود مثل للكلام شروط أربعة لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها أولا ثانيا ثالثا رابعا لاحظوا أن وضعنا هذه الشرطة بعد العدد وإن كنا كتبنا العدد هنا كتابة فإن الحكم لا يختلف حين تكتب العدد على شكل أرقام كأن تكتب بهذا الشكل بدل أولا تكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد من وضع هذه الشرطة فهذا هو الموضع الأول من هذه المواضع وهو وضع هذه الشرطة بعد الأرقام سواء كانت مكتوبة على شكل أرقام بهذا الشكل بعد الأعداد سواء كتبت على شكل أرقام بهذا الشكل أو كتبت بالحروف أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا بهذا الشكل الموضع الثاني هو أن توضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول بأن توالت فيه جمل كثيرة عن طريق الوصف والعطف والإضافة أو نحو ذلك بحيث تكون هذه الجمل فاصلا بين الركن الأول والركن الثاني بين الركن الأول والركن الثاني والركن الثاني هو الذي يكمل معنا الركن الأول فإنني أضع هذه الشرطة حتى تصل الركن الثاني بالركن الأول وسنلاحظ هذا في هذا المثال لاحظوا معي أن المبتدى محتاج إلى الخبر لذلك إذا أتى بعد المبتدأ كلام طويل ثم أتى الخبر فإنه يحسن أن نضع هذه العلامة حتى نشير إلى أن الخبر قد أتى لذلك إذا قلت الموظف فهو الآن متكلم عنه مبتدأ أنا الآن أتكلم عن الموظف ولكن قبل أن آتي بخبره لاحظوا أن أصل جملة الموظف هو المثل الأعلى للموظف المنشود إذن هذا الركن الأول وهذا الركن الثاني وقد فصلت بينهما بكلام طويل وصفت فيه هذا الموظف فقلت الموظف الذي يعكف على عمله في جد ودأب وإخلاص زاهدا في الشهرة والدعاية متوخيا مصلحة العمل ومصلحة الناس عفيفا ليد واللسان حي الضمير كل هذه صفات لم يكتمل بها المعنى والركن الثاني الذي يكتمل به المعنى أتى بعد هذا الكلام الطويل لذلك أتيت بهذه العلامة هنا حتى أبين أن هذا هو الركن الثاني الذي يكتمل به الركن الأول في أول الكلام الأمر الثاني الفصل بين الشرط والجواب لأن الشرط والجواب مثل المبتدأ والخبر بينهما تلازم ولا يكتمل المعنى إلا تمامهما معا كان أقول من لاحظوا أني أتيت بأداة شرط فقلت من يقدم على مشروع يعتقد أن له فيه خيرا قبل أن يدرس ما يتطلبه هذا المشروع من إعداد الوسائل ودراسة الملابسات واستشارة المجربين وتصور البجوه المحتملة لنتائج هذا الإقدام للاستعداد لها إلى الآن ما أتيت بجواب الشرط أتى جواب الشرط بعد هذا الكلام الطويل فقلت فليس نجاحه مضمونا إذن أصل فليس نجاحه مضمونا إذن أصل العبارة من يقدم على مشروع فليس نجاحه مضمونا إلا أني فصلت بين الشرط وبين الجواب بفاصل طويل ولذلك أتيت بهذه الوصلة أو هذه الشرطة حتى تبين التلازم والاتصال بين الشرط وبين الجواب